طيب يا دكاترا الأنسيزيا الأنسيزيا يا دكاترا عندي بتتقسم لقسمين إسترز و أمايدز تمام؟ الأسترز يا دكاترا معلومتهم الأساسية عنها أو أهم حاجة لانتوا يكونوا عارفين عنها إن هي إيه؟ إن هي مور توكسيك مور أليرجيك ليه؟ علشان عندها ميثايل بارابين ولإنه هم مور توكسيك و مور أليرجيك ما بنحبهمش مع الحوامل والأطفال وبنحبهمش في الشغل معنا أساسا خلاص؟ يبقى الأسترز بيكونوا مور توكسيك و مور أليرجيك الأسترز يا دكاترا بيحصل لهم متبلزم فين؟ في البلازمة يعني في الآخر بيحصل لهم متبلزم جوة الكدني عفوا في الكلا خلاص؟ فطالما بيحصل لهم متبلزم في البلازمة يبقى مريض الكدني ممنوع أستخدم معه الأسترز طيب مين هم الأسترز يا دكاترا؟ احفظوهم بروكين، كوكين، تيتراكين، بنزوكين تمام البروكين كوكين ديتراكين بنزوكين دول مع الكيدني علشان هم بيحصل لهم ميتابوليزم في البلازمة خلاص وبيكونوا مور توكسيك ومور ليه علشان عندهم الميثايل برابين ده كل حاجة عامل طيب البروكين يا دا كاترة مميز انه عنده سلوست أنست يعني بياخد وقت على ما يشتغل الكوكين يا دا كاترة مميز بانه ما بيحتكش نحطله اوبينفرين ليه لانه هو الوحيد اللي موجود في الانسيزيا عنده فازو كوليستريكتور افكت اما البقية انواع الانسيزيا اللي احنا نعرفهم اللي موجودين عندهم فازو دايلاتور افكت يعني كل انواع الانسيزيا دا كاترة بتوسع القوعية الدموية مع هذا الكوكين هو الوحيد اللي بيضيقها خلاص التتراكين يا دا كاترة نفس الكلام عنده سلوست أنست البمزوكين دا اللي احنا نستخدمه كتوبك الجل في العيادة خلاص دا كل شي بالنسبة للاسترس ماذا عن الامايد الامايد لو لو واحدة بريجنان ما هحط له توبيك الجل لا التوبك العادي نستخدمه عادي او التوبك الجل عادي طيب احنا بنتكلم على الحاجات اللي هتخش في البلاد ستريم احنا بنتكلم في كبيرة خلاص بالنسبة بقى للامايد الامايد يا دا كاترة بيحصل لهم متوبولزم فين في الليفر خلاص الحاجات اللي بيحصل لهم متوبولزم في الليفر إذن العيان بتاعي لو عنده مشاكل في الكبد ممنوع استخدم له اامايد فاضطر استخدم له الاسترس اتفقنا طيب مين هما يا دا كاترة الامايد شوفوا بقى الخمسة دول تمام احنا لو حفظنا خلاص احنا كده حفظنا الاسترس اذا اي حاجة غير الاسترس اعرف ان هو اامايد اتفقنا طيب دلوقت ايه المميز في اللي دو كين يا دا كاترة اول شي اللي دو كين بيجي تركيزه في الاغلب بيكون اتنين في المية البابي في كين نص في المية الميز في كين في الاغلب بيجي تركيزه اتنين لتلاتة في المية الارت كين اربعة في المية وهكذا اللي دو كين يا دا كاترة دا اكتر نوع مخدر احنا بناستخدمه في طب اثنان تمام وبيكون السيفست للامهات وللاطفال وللحوامل اتفقنا يبقى السيفست انالجيسك هو مين هو اللي دو كين طب اللي دو كين دا كاترة كاتيجوري كام دي عندنا كذا كاتيجوري عندنا كاتيجوري A B C فاللي دو كين يعتبر كاتيجوري B تمام طيب انا عشان انا مش كاتبها فانتو عشان خليكم فاكرينها طيب عندنا بعد كده يا دا كاترة البابي في كين طالما جاي من اسمه بابي في كين بابا طالما اسمه بابا يبقى ولا ينفع مع ماما ولا ينفع مع الاطفال اتفقنا يبقى نطسيف مع الشيلدرن ولا مع البريجنان ليه علشان عمله يا دا كاترة المدة طويلة جدا خلاص طب ليه خطر مع الاطفال يا دا كاترة لان الطفل مايفهمش بيقعد يا دا كاترة يعود خده بعد مثلا الخلع ولا حاجة ممكن يقطع خده ودي بتحصل كتير جدا طيب نيجي بعد كده للنوع التالت اللي هو الميبي في كين الميبي في كين يا دا كاترة عنده فازو دايلاتر افكت يعني الميبي في كين من ضمن المخدر اللي موجود في الأميت هو اقل واحد عنده فازو دايلاتر افكت خلاص فمن مميزات واختلاح ما عنده ليه ستفاص دايلاتر افكت يعني بيقعد فترة طويلة شوية خلاص عندنا يا دا كاترة هنا الارتيكين دا الارتيكين دا ميكس ما بين الاستر وميكس ما بين الأميت عنده تشين كده وتشين كده سلسلة كده وسلسلة كده الارتيكين دا دا كاترة آمن على الحوامل ككاتيجوري سي يبقى لو سألني الكاتيجوري بي آمن على الحوامل هو مين اللي دوكين طب كاتيجوري سي امن على الحوامل هو مين هو الارتيكين خلاص طيب دكتورة ما في كاتيجوري اي ما عدتش علا في المذاكرة طيب انا بسأل حالي انه في بي و سي يعني انه معقول ما في اي على ما اظن فيه فيه حاجات تانية فيه حاجات تانية بس طبعا ايه هتلاقي دخل فيها الجي ايه والكلام ده كله خلاص احنا ده بناخد اللي احنا عايزين في الدنتل للأسنان اللي متحان طيب عندكم كمان يا دكتورة هنا البريلوكين البريلوكين دكتورة من مشاكله ايه هي انه هو بيعمل حاجة اسمها ميثو جلوبونيميا خلاص دي من المشاكل بتاعة البريلوكين عشان كده ما ينفعش اكتر منه طيب قلنا كونترو انديكيشن مع الليفر ديسيز بيشنط تعالوا بقى دكتورة نحسب اللوكال اناسيزيا ازاي نحسب كمية اللوكال اناسيزيا بالميلي جرام في الكربولة وازاي نحسب كمية الإبنفرين في الكربولة خلاص طيب اول حاجة دكتورة الليدوكين اناسيزيا كل ما تعرفوها الواحد ميلي جرام الواحد ميلي لتر في الكربولة فيه واحد ميلي جرام اناسيزيا خلاص الكربولة الطبيعية بتاعتنا يا دكتورة الحجم بتاعها واحد بوينت تمانية ميلي تمام فالمفروض فيها كم ميلي جرام يا دكتورة فيها 18 ميلي جرام بعد حزبة طويلة عريضة يعني الواحد في المية ليدوكين تمام؟ فيها 18 ميلي جرام أنسيزية. دي رقم ثابت ما بيتغيرش. حل? طيب. لو سألني في الامتحان. قال لي انت عندك ليدوكين 2 في المية يا ترى فيه كم ميلي جرام من الليدوكين جوه الكربولة التعتيه؟ هقول له 18 في 2 ب36. يبقى أنا عندي 36 ميلي جرام في الكربولة التعتيه. وصلت؟ طيب. وصلت. حلو. قال لك عندك العياني داعك عنده هياخد مثلا كربولتين ليدوكين. يا ترى كده كم ميلي جرام؟ أقول له خلاص 36 و36 فهمني؟ يبقى كده الـ 18 هو الرقم سابت؟ لا لا. الـ 18 هو الرقم سابت. وأضربه في النسبة يطلع لكمية يطلع لكمية الأناسيزية بالميلي جرام في الكربولة بتاعتي. طيب دكتورة مين التخدير اللي فيه أدرينالين ومين اللي ما فيه أدرينالين؟ هو بيقول لك في السؤال هو كله هيقول لك عليه احسب لي قد إيه عندك أنسيزية بالميلي جرام مش هيقولها كتر من كم شيء يعني مفيش حاجة أصعب من كده ممكن يطلبها يعني اوكي. أنا أصد الأنواع بيقول لك فيه أدرينالين؟ كل أنواع الأناسيزية كل أنواع الأناسيزية بتحطلها أدرينالين معادة اللي إحنا بيكون مصنع من الشركات مش حطين فيه ليه؟ علشان الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الناس الأطفال كده يعني يعني هو على حسب تصنيع الشركة خلاص? لان كل الانسيزيا داكاترا فيها فنحط لها احنا ادرناليل علشان تمسك تخبض الاوعية دموية. طيب. نيجي بعد كده يا داكاترا المين? الصورة التانية بينه? ايوة بينه. طيب. لو عايزين نحسب في الانسيزيا. احنا دلوقتي عارفنا نحسب الانسيزيا بالميلي جرام في الكربولة. طيب احنا عايزين نحسب الفازو كونستريكتور بالميلي جرام في الكربولة. بصوا ده كله كلام كتير انا رياضيات ما فهمش فيه. بس انا عارفت افسرها بحاجة واحدة. احنا دايما داكاترا في الاسئلة بيدينا ايه? يدينا كم ميلي كم في المية لوكا الانسيزيا في الكربولة. وبيديني التركيز بتاعها اللي هي واحد لواحد. اللي هي واحد من واحد يعني الواحد ميت الف صح? من واحد لميت الف. دي التركيز بتاعني اقول لك مثلا نسبة الابنفرن واحد لواحد. اللي هي واحد لميت الف يعني او واحد لاتنين واحد على ميتين الف. فانا قلت ايه? الميت الف دي دا كترة باخدها اجيبها افصلها. الميت الف دي عبارة عن كم في كم? عبارة عن مية في الف. طب لو كانت واحد لميتين الف اقول له خلاص هي عبارة عن الفين في مية. يعني مية في الفين. لو كانت تلتميت 113000 أنا فصلتها بطريقتي هيتفصل بالمنظر ده خلاص أنا مش مطلوب مني أعرف كل القصة دي جات إزاي أنا أسهلت على نفس الموضوع إن الواحد لميت ألف تعني واحد لي مية ضرب ألف واحد لميتين ألف تعتبر واحد لي مية في ألفين واحد لتلتمية ألف يعني مية لتلات تلاف خلاص طيب أنا إذا كنت عايز أعرف كمية الإبنفرن اللي موجودة في الكربولة بالميلي جرام هعمل إيه هجيب الميلي جرام بتاع اللي دوكين أو المخدر بالميلي جرام عندي لو هو أنا قال لي كام قال لي 2% صح 2% بكام ب36 فقل له هقسم الميلي جرام ليدوكين على التركيز اللي أنا طلعته من هنا ده يبقى أنا عندي مثلا بإفتراض أنا هنا حلت سؤال مختلف اعتبرت إن اللي دوكين 1% أنا هنا كألاق اعتبرت إن اللي دوكين 1% تمام 1% بكام ب18 حاطت الثمنتاشر أسمتها على كام أسمتها على التركيز اللي أنا فصلته هنا أنا هنا فصلت واحد لألف مية في ألف مية في ألفين مية في تلات تلاف فهو هنا فسأله قل لي 100 ألف فانه رحت واخدر ألف دي وأسمتها على الميلي جرام بتاع اللي أنا سيزي فبقى التمنتاشر على ألف طلع لي بأو بوينت أو تمنتاشر إذن ده كمية الإبنفرن بالميلي جرام في الكربون وصلت آه عشانه نعودش نحسب في الامتحان ونحسب ونضيع وقتنا هي القصة افصلوا الواحد دي 100 ألف دي افصلوها مية في الرقم اللي اللي عايزين نوصله واخدوه واسموه على كام على تركيز اللي دوكين اللي هو بالميلي جرام سواء كان 1 في 18 2 في المية في 18 3 في المية في 18 زي ما يكون اللي هو منطلع تركيز اللي دوكين وبعد كده ده كاتر نحسب آه ناخد الفصلنا ويطلع لنا قد ايه بالميلي جرام طيب بالنسبة لده كاتر التوكسيستي دوز احنا اتكلمنا فيه من النهاردة الصبح التوكسيستي دوز قلنا المكسمم ابنفرن دوز دي المريض الاسا اللي هو الامريكان اسوشياشن بيشنت كلاس 1 او يعني سليم صحي ما عندوش اي مشاكل صحية هي 0.2 أيوة 0.2 ميلي جرام ابنفرن طيب لو كان يا دا كاتر المكسم ابنفرن دوز للعيان اللي عنده كاردياج بيشنت قلنا 0.04 المكسم لدوكين او او اناسيزيا يعني without vasoconistrictor يعني اناسيزيا بليلة هي ما فيهاش اي حاجة احسبها ازاي الجرعة ازاي اقول له 4.4 كل كيلو جرام اما يا دا كاتر لو قال لي فيه vasoconistrictor في اللوكال اناسيزيا اقول له يبقى المكسم دوز 7 ميلي جرام لكل كيلو طيب فيه سؤال دي يجي يقول لك ايه كل شوية انا شفتك طالية ديجيتال كتير يقول لك الطفل بتاعك وزنه 20 كيلو وهنديله لدوكين with vasoconistrictor طيب كام هي المكسم دوز هقول له ورد زعل نفسك 7 7 ميلي جرام في عشرين ادي وزن الطفل صح يو طب دكتورة عندي سؤال اتخذ الماكس ابنفرين فور اي اس اي بيشينت اه 0.2 ميلي جرام لكل كيلو صح اه 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 معهش ايو لا عادي اذا فكرت 0.2 بس مستحيل لا لا ماشي خلاص هتفكرون 0.2 ميلي جرام لكل كيلو بس دي كل قصة الانسيزيا دا كاترة والمتحن بيطلعش منع طب مثلا انا دا كاترة احنا قالك الطفل مثلا وزنه عشرين كيلو خلاص وهنستخدم له لي دوكين مثلا وذبازه كونستريكتور يطرى نستخدم له اخره كام كربولة الماكسيمم كام كربولة كام علبة دواء كام علبة كربولة هنستخدمها اقول له السبعة سوالي حلقة لحظة معي افتحها بس اقول له سبعة في عشرين كيلو اللي هو وزنه مية واربعين تمام المية واربعين دا كاترة اقسمها على كام اقسمها على تمام عشر هيطلع معي اللي هو الكلام هيطلع معي سبعة بوينت سبعة لأ دا كي حاجة غلصين انا حاسب حاجة غلص لحظة واحدة هو سبعة ميلي جروم لكل كيلو عشرين كيلو في عشرين بقت مية واربعين طيب الاتنين في المية ليدو كان بستة وتلاتين تقسيم ستة وتلاتين فيها ثلاث كربولات وبوينت تمام يعني ثلاث كربولات ماكسيمة خلاص تمام وبكده نكون خلصنا الانسيزي حد عنده أي سؤال لا تذكر يا ربنا وفقكم لو عايزنا حاكتلمون رح تبعطينا الفيديو مو على التليجرام ابعطلوك اللي وديه على التليجرام عن أي حاضر يتلام عليك الله معك أعطيك العافية